شارك وزير الخارجية سامح شكري عبر فيديو كونفرنس في اجتماع مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة بأوكرانيا وقد شارك في الاجتماعات أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت وتأتي الاجتماعات في إطار الجهود العربية الرامية إلى المساهمة في التعامل مع الأزمة الأوكرانية وحل حالتها واحتواء تداعيتها قام الرئيس الأوكراني فولو ديمير زيلنسكي بزيارة لقوات بلاده على الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا وذلك وفقا لبيان أصدره المكتب الرئاسي الأوكراني وأفاد البيان بأن زيلنسكي أشهد بما يقوم به جنود الجيش الأوكراني من أجل حماية الأوكرانيين والبلاد لافتا إلى وقوف زيلنسكي دقيقة حداد على من قتلوا من القوات الأوكرانية في الحرب هذا وتأتي زيارة بعد أسبوع من زيارة مماثلة قم بها زيلنسكي لقوات بلاده في منطقة خاركاف قال الجيش الأوكراني إن روسيا قصفت العاصمة كييف بصواريخ كروز انطلاقا من بحر قسويد وقد أوضح الجيش الأوكراني أن قصف استهدف منشأة لإصلاح عربات القطارات في المدينة في أول هجوم من نواهي منذ أسابيع وأشار رئيس بلدية كييف أن شخصا واحدا على الأقل تم نقله إلى المشفى فيما لم ترد بعد تقارير عن سخوط قتلى ترجمة نانسي قنقر